من جديد وطبعاً عندنا عدد من أخبار الأهلي المهمة جداً في هذه اللحظات طبعاً احنا خلاص خلال الأيام القليلة القادمة بنقترب من موعد كأس العالم للأندية الفترة اللي جاية نحاول نكون معاكوا أول بول بالأخبار الجديدة خلاص النهاردة 6 يناير بنتكلم أن النهاردة الأهلي لازم يرسل القائمة المبدئية اللي هتشارك في كأس العالم للأندية وكنا هنا في برنامج التريند أول ما نتحدث عن الموعد بتاع القائمة المبدئية يوم 6 يناير والموعد القائمة النهية اللي المفروض تكون 23 لاعب في 22 يناير طبعاً تبقى للوايح الاتحاد الدولي أهلي النهاردة لازم يتم إرسال القائمة المبدئية بما لا يقل عن 24 لاعب والحد الأقصى 35 لاعب منهم 4 حراس مرمى مصحوب بنسخ من جواز سفر كل لاعب من ضمن اللاعبين المدرجين في القائمة طبعاً كمان بخلاف كده عدد المسؤولين اللي هيسافروا يعني قادر الإمكان بنسبة 70% من مسؤولي الفريق اللي هيكونوا موجودين ده متأمر متعلق بأغراض التأشيرة والاعتماد من قبل الاتحاد الدولي لقرة القدم كمان ممكن بقى يتم يعني لما تبعت القائمة المبدئية 35 وفي القائمة النهية يوم 22 يناير يكون 23 لاعب 23 لاعب لازم يكون منهم 3 حراس مرمى لكن في نفس الوقت لو أنت عايز تستبدل لاعب خلال الفترة القادمة وقبل أول مباراة بـ 24 ساعة لازم يكون حلم الحالتين يأما إصابة خطيرة يأما تقرير مرضي والتقرير لازم يكون معتمد من اللجنة المنظمة لكن في أي حال من الأحوال الـ 35 اللي هتبعتهم لازم تختار الثلاثة وعشرين من ضمنهم ما يفعش تبعت اسم إضافي بعد يوم 6 يناير كان البعض طالب بعض الأندية اللي هتشارك في البطولة أن الأعداد ممكن تزيد يعني بدل ما يكون القائمة النهائية 23 لاعب يعني عشان طبعا ظروف في الكورونا ممكن لقدر لا يكون فيه حالات إيجابية في أخطر من فرقة خاصة لما تسجل 23 ولقدر الله ممكن يكون فيه أخطر من 7-8 حالات أنت هنا مش قدر تكمل القائمة بـ 14 لاعب لكن الاتحاد الدول لغاية اللحظة دي تمسك بفكرة 23 لاعب والوافد الرسمي اللي هيسافر من كل نادي لا يزيد عن 55 فرد من البعث الرسمية من ضمنهم 23 لاعب و32 سواء إدارة أو حتى عجازة فنية وإدارية خلال الفترة اللي جاي كمان خبر مهم جدا متعلق بقى باللاعب الزنبي الكنغولي الأصل والتر أبواليا مهاجم الجونة اللي انضم للنادي الآلي في انتقالات يناير اليوم الكابتن سارد الحافيز مدير القرى أعلن قيد اللاعب بشكل رسمي في القائمة المحلية استعدادا لتجهيزه ومشاركته إن شاء الله مع الفريق في المباراة القادمة على المستوى المحلي وتحديد المباراة السيراميكا كيليو باترا يوم الجمعة القادم القيد الإفريقي هيبدأ من يوم 10 يناير لغاية 30 يناير فبالتالي هيكون مؤهل ولكن من مرحلة دور المجموعات في منتصف فبراير النهاردة كان فيه تحليل أو فيه إجراء اختبار رابط تست للععاب النادي الآلي استعدادا لمباراة السيراميكا كيليو باترا وأنا أتمنى من مسؤولي اتحاد الكورة الفترة الجاية عشان نتائج العينات ما تكونش مختلفة أتمنى إن الفترة الجاية الاتحاد المصر لكورة القدم يرجع من تاني لطريقة إجراء التحاليل من خلال البي سي آر المساحات الطبية هي اللي هتكون أفضل إن رابط تست بيحصل فيه مشاكل وده شفناها حتى في مباراة الدوري المباراة الأخيرة لأسبوع الماضي رابط تست مباراة الأهل في الدوري طلعت لعيبة عينتها إيجابية لما اتعملت المسحة بتاعت الكهف طلعت العينة سلبية وشاركه فبالتالي الأفضل الأفضل نرجع للمساحات الطبية وده البروتوكول الطبي اللي بيتنفس في كل دول العالم وفي كل دوريات العالم بمناسبة الأجهزة الطبية النهاردة بيتسو مسماني عقد اجتماع مع جهازه المعاون وطبيب الفريق عشان يتعرف على حالة الفريق في الفترة اللي جاية والإصابات والغيابات ممكن تكون في أي عدد خاصة أن دايما المسلماني بيقول نتائج تحليل الكورونا هي اللي بتتحكم في شكل التشكيل والاختيارات اللي بتتم بالنسبة للفترة القادمة طبيب الأهلي أكد جاهزية طاهر محمد طاهر لمواجهة تسراميكا وبالأمس كان خرج وتم استبداله في ديئة ستين ونزل مكانه محمد مجدي أفشل لكن طاهر الدكتور أكد أن هيكون جاهز لمباراة تسراميكا كيليو باترة ربيعة وهاني انتظموا فيه المران الجماعة والكابتن سادد الحافيس كان بيطمئن النهاردة على حالة رامي ربيعة خاصة أن كان متغيب بقاله فترة بسبب إصابته بالقورونا وإن شاء الله بإذن الله برضي خلال الأيام القادمة يعني نطمن على عمر السلية وينضم إلى تدريبات الفريق ويكون الفريق فيه جاهزية كاملة وتم في الفترة الجاية خاصة أنك على أعتاب كاسة العالم الأندية في محتاج كل لاعب في صفوف الفريق طيب نروح بقى للمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا السوشيال ميديا بالتأكيد دايما الحديث عن النادي الآلي بيبقى حديث مهم جدا والسوشيال ميديا اللي بتتكلم عن النادي الآلي بتتكلم بتفاصيل كتيرة المحتوى اللي على السوشيال ميديا هنروح للحساب الرسمي لي يلا كورة والصفحات الرسمية العدد من المواقع عشان نشوف المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا والناس كانت بتتكلم بخصوص ايه خلال الساعات القليلة الماضية نبدأ مع بعض بالحساب الرسمي ليلا كورا على الانستجرام واللي قالوا فيه الاهل بطل افريقيا يتخطى بطل النيجر ويصل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا وصورة لبيتسو موسيماني وأمامه السلاسي محمد شريف محمود كهربا وأليو ديانج طيب كمان الصفحة الرسمية اللي في الجول صورة لعدد من لعب النادي الاهلي بيتزعمهم طبعا النجم علي معلول وبيتكلموا عن ان التأهل لدوري المجموعات للمرة 23 في التاريخ كأكثر الفرق تحقيقا لهذا الانجاز التأهل لدوري المجموعات للمرة السادسة على التوالي رحلة نسر الاهلي نحو اللقب العاشر تبدأ الآن طبعا ارقام قياسية للنادي الاهلي في البطولة الافريقية وتحديدا دوري الابطال طيب الحساب الرسمي لقناة الاهلي بيتكلموا على ان في 3 لعبين جدد انضموا لقائمة هداف الاهلي في البطولات الافريقية طب الحساب الرسمي لقناة الاهلي عن انستجرام بيتكلم على طاهر محمد طاهر بدر بنون محمود قهربة دول 3 لعبين جدد انضموا لقائمة هداف الاهلي في البطولات الافريقية خلال الفترة الاخيرة وطبعا شفنا بدر بنون مبارح في رقلة الجزاء أو في ضربة الجزاء سددها بشكل رائع عشان يكون لعب إضافي مع العيبة اللي عندها ميزة التسديد بضربات الجزاء الترجحية كمان من خلال صفحة قناة الأهلة على تويتر بيكلموا عن الهداف التاريخي للنادي الأهلي للجيل الحالي وليد سليمان الهداف التاريخي للجيل الحالي وليد سليمان 21 هدف في إفريقيا وهو السابع في هداف الفرق المصرية والرابع في هداف الأهلي في البطولات الإفريقية وليد سليمان مبارح كان كابتن الفريق في مباراة تأسوني ديب وطبعا الحاوي من ريحة الزمن الجميل مع اللعيبة المتميزة لحقاية بطولات إفريقية في السنوات السابقة طيب وليد سليمان في حسابه الرسمي على الإنستجرام طبعا صورة لي بعد الأستيست من علي معلول والهدف التاني وبيحيي اللعيبة وكتب مبروك الفوز لي أعظم جمهور في الكون والقادم أفضل بإذن الله طيب الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك كتبوا عودة حميدة للعبنا سعد سمير سعد سمير بعد غياب لمدة 13 شهر منذ ديسمبر 2019 كان متغيب بسبب إصابة في مباراة إفريقية النهاردة الحمد لله سعد سمير رجع وعاد وشارك في المباراة ونزل في الجزء الأخير واطمأننا على يعني عدد مميز في خط الدفاع سعد سمير ياسر إبراهيم أيمن أشرف بدري بنون رمي ربيعة الحمد لله في وفرة سواء في عدد لعبي خط الدفاع أو باقي صفوف الفريق بشكل عام ده كان المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي خاصة بعد الانتصار الرائع في مباراة الأمس والتحضير للمباراة القادمة أخرج لفاصل وبعد الفاصل لسا مكملين مع حضراتكم بقى فقرات برنامج التريند اشتركوا في القناة